عشان يبقى فيه نجاحات بالنسبة للنادر الاهلي عشان يبقى فيه انتصارات اخر حاجة عايز اقولهلكم لانه هطلع فاصل بدري عشان يستقبل فارس واسابة بدري عشان عندهم كلام كتير بطولة الربطة عايز اقولك الاهلي حريص جدا على انه يشارك في بطولة الربطة ولكن الاهلي سيقعد من جنوب افريقيا يوم تمانية المباراة مع انبي يوم عشرة لكنه حيسافر الى قطر يوم عشرة فيعني طلب منه قالوا لعب بالنشئين قال لهم لا انا هلعب بمكس ما بين نشئين وما بين كبار عشان برضو الولاد الصغارين ودائما كنت أقول كده خلي الصغارين متدفيين باربعة خمسة ستة من الكبار فالاهلي طلب انه يتم تأجيل مباراة امبي المباراة الاولى واذا استجابت الربطة لهذا الطلب فالاهلي سيلعب بطولة الربطة اذا لم تستجب الربطة فالاهلي ليس انسحابا هذه المرة ولكن ظروف خارجة عن الاراضة مش هيقدر يكمل في هذه البطولة ارجو ان تكون رسالتي وصلة للجميع انا مش هقول ولا خبر هخلي الاخبار مع فارس واسامة عشان كمان هتكلم وانا مستمتع بالتصنيف بتاع كاس العالم بالاندية اللي بتشارك في كاس العالم وحنتمنى كلنا للاهلي ومن بعده الهلال السعودي الوداد المغربي الترجي التونسي سانداونز الجنوب الافريقي كل التوفيق في هذه البطولة باذن الله فاصل سانداونز الجنوب الافريقي